بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهمته توثيقاً للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقة العربية أهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من بودكاست رف خلفي قبل أن يتفتحوا عيو الرضاية على لغات أهاليهم يستخدمون الصراخ كلغة مواحدة وفعالة لاحتياجات وجودهم تغيب هذه اللغة البديئة تدريجياً مع تعلم الأصوات المتسلسلة التي تبني لغتهم مع الدوائر المجتمعية المحيطة بهم يتفكك هذا الصراخ ويتحول مع الوقت إلى تواترات صوتية تتفاعل مع المحيط تصبح لغة لغة مدركة لذلك المحيط لكن تلك اللغة تعود دائماً إلى حالتها الخام عندما تعجز عن إيصال ما نريد لا يرتبط هذا العجز بالعمر بل بالتجربة والدراية باللغة وفي اللحظة التي نفقد فيها القدرة على النقاش أو الحوار متشنجاً كان ذلك الحوار أم حميمياً أي نفقد اللغة على إعادة تشكيل الهواء أصوات تعكس ما نريد فإننا نخسر اللغة ونذهب إلى أصوات مكتومة أو صارخة نذهب إلى الحالة الخام للغة لتعكس العجز الذي لا نفهمه كيف انتهينا إليه نتحدث في هذه الحلقة عن اللغة والانفصال عنها مع الشاعر والمترجم المصري أحمد يماني ضمن الحديث نقرأ من شعره وديوانه الوداع في مثل الصغير الصادر مؤخراً عن دار ميريد في القاهرة لي بيتاً أضيء نوافذها ويمكن للجميع أن يلمح أضواءه من الخارج رغم ذلك لا تزال تلك الغصة تصاحبني وأنا عائد من العمل وألمح كل النوافذ المضاءة والتي وددت أن أكون داخلها جميعاً أحمد يماني مساء الخير بداية أبارك لك صدور الديوان أحمد أنت مقيم في إسبانيا من 2001 وكل ما تعمل به مرتبط باللغة من الكتابة إلى الترجمة والعمل الإذاعي هل انفصالك عن المكان البلد الأم مصر؟ رفقه أي شكل من أشكال الانفصال عن اللغة بمعناها العام؟ والذي دعني هنا أذكر تعريفاً للغويين أن اللغة هي ما يتحدثه الناس وليس كما يظن بعضهم ما ينبغي أن يتحدثه الناس أولاً مساء الخير يا محمد وشكراً جزيلاً على الدعوة الكريمة وسعيد أني موجود معاك في البرنامج بالنسبة لموضوع للانفصال على اللغة يعني أعتقد أن طول الوقت من بداية حياتي في إسبانيا يعني أنا وصلت إسبانيا سنة 2001 يعني تقريباً من 20 سنة ففكرة علاقة باللغة المحكية أو اللغة المصرية علاقة قوية يعني لم تنتهي أو لم يعني ظلت طول الوقت يعني ظللت طول الوقت في علاقة قوية مع اللغة الأم يعني اللغة المصرية أما بالنسبة إلى اللغة الفصحة ففي البداية يعني ربما كنت منتبه أكتر إلى تعلم الإسبانية ففي هذه الفترة يعني في البدايات الانتباه إلى تعلم اللغة الإسبانية ربما أثر يعني بشكل ما على علاقة باللغة العربية ولكن عندما بدأت أترجم من الإسبانية إلى العربية حصل نوع من إعادة اكتشاف علاقتي باللغة العربية لأن أنا كنت أتصور أنني باعتباري يعني دارس للأدب العربي أنا حصل على من الجامعة القاهرة على اللي صنص في الأدب العربي كنت أتصور يعني أني عندي علاقة قوية باللغة يعني لم تختبر سوى في الكتابة لكن الترجمة كان اختبار قوي يعني بمعنى أن أنت أمام يعني صيغ لغوية تأتي من مكان آخر من لغة تانية وعليك أنك تجد لها مقابلات أو طريقة ما للقول في اللغة العربية كان اللصوص يقتربون من البيت كانوا تحته مباشرة يتحدثون لغة أجنبية لكنها مفهومة كان علي الصراخ فقط دون كلام كان علي إفزاعهم إذا كان ضوء البيت ليردعهم كانت الصرخة للداخل لا تصل حتى إليه فخرجت إلى الشرفة شاهرا عصى وضاربا العمليقة المحيطين بالبيت محطما كلما تطاله يدي دون صوت دون صوت أحمد دعني أقاطعك هنا لأسألك عن الترجمة تطور الشعر الحديث ربما أعطى أهمية للقصائد المترجمة حيث العمل على الفكرة واللغة والبناء بعيدا عن الأوزان ولكن ما تأثير ذلك على بيئة اللغة المترجمة حتى على مستوى التواصل اليومي مثلا لا يمكنك أن تقول في ألمانيا لامرأة وجهك مثل الأمر حيث أنها تبدو كشتيمة نعم يمين طبعا الاختلافات الثقافية بتبقى طول الوقت حضرة أمام المترجم عموما أنا معظم ترجماتي ترجمات شعرية فهذه الترجمات الشعرية حاولت فيها بقدر الإمكان أن أحافظ على لغة أو إيجاد لغة في اللغة العربية مناسبة للغة الكاتب أو الشعر في الأصل الإسباني على اعتبار أنه عندما تترجم يعني شعرا كلاسيكيا أو شعرا من بداية القرن العشرين بالضرورة لديه لغة شعرية مختلفة عن شعر في الوقت الحالي سواء في إسبانيا أو في أمريكا اللاتينية فالمحاولات تمت في الترجمة اللي قمت بيها في ترجمة الشعر على وجه الخصوص كانت طول الوقت الفكرة حاضرة أن أحاول أن أصيغ لغة قريبة أو ما أتصور أنه معادل موضوع يعني لهذه اللغة في اللغة العربية دي نقطة النقطة التانية بس كنت عايز أرجع لفكرة الانفصال عن اللغة عشان نكمل موضوع كمان الترجمة أحكي لك حكاية سريعة وهي أني يعني طبعا يعني أدين بالفضل الكبير للشعر الكبير الراحل بسام حجار لأنها أول ما نشر لي ترجمات في مرحق نوافذ في جريدة المستقبل اللبنانية وفي ذلك الوقت يعني طبعا التشجيع الكبير كان من صديقي العزيزة يعني الشعر الكبير والمترجم الكبير قاظم جهاد وفي يعني مرة من المرات الأستاذ حسن داود الروائي الكبير قال لقاظم قال له يا ريت يا ماني يهتم أكتر باللغة العربية لأنه يبدو أنها يترجم دون اهتمام باللغة العربية بمعنى أنها يترجم صية إسبانية قد لا تكون جميلة في اللغة العربية بالمعنى بالمعانيين فبدأ من هذه اللحظة بدأت فعلا أن تابه لفكرة اللغة وأبدأ يعني أعيد قراءات وأبدأ في قراءات أخرى في اللغة العربية يعني أريد باختصار القول يعني أن الترجمة ساعدتني كثيرا على إحياء أو على تأكيد علاقتي باللغة العربية فيما يخص الاختلافات الثقافية أو دي طبعا موجودة طول الوقت يعني ولكن علينا أن احنا في النهاية نقرب الموضوع أنا أفضل يعني في كثير من الأحيان أن احنا يعني يكون عندنا فكرة الصيغة اللغوية اللي في اللغة التانية تكون حاضرة برضو في اللغة العربية لأن هذا يعني في النهاية هو إضافة إضافة للغة العربية بمعنى يعني فكرة التعريب مثلا تعرب الجملة أم تترجمها يعني أنا ما فكرت لوقت في الترجمة بمعنى أن أريد يعني كذلك أن تظهر الصيغة المختلفة أو الطرق المختلفة في اللغة الأخرى أن تظهر أيضا في اللغة العربية ما تأثير الترجمة على لغتك الشعرية كنت ألاحظ مؤخرا لكثير من تعليقات القراء على مواقع التواصل الاجتماعي على الشعر العربي الحديث أنه شعر مترجم وإن كتب بالعربية من أين تظن أن هذه النظرة تأتيه؟ هي يعني أعتقد أنها ضرورة أنها تؤثر يعني زي ما قلت لحظاك من شوية يعني فكرة أن يكون هناك التساع أيضا في اللغة العربية يكون تكون حاملة للغات أخرى هذا ضروري يعني هذا نوع من أنواع التجديد والعلاقة الدائمة مع اللغة يعني فطبعا دي كمان دي يعني أتصور أنها تهمة موجودة طول الوقت يعني أفتكر يعني مقولة للأستاذ عباس بيدون الشعر عباس بيدون الكلم فيها عن أن الترجمة ترجمة الشعر بالتحديد أضافت للشعر العربي الكثير في لغته في صوره في طريقة القول في أشياء كتيرة يعني يعني الشعر المترجم يعتبر جزء من التراث الشعر العربي وأعتقد أن أي اللغة في العالم هي بتعمل كده فعلا يعني يعني الأبناء المناطق الأبناء المهاجرين مثلا أكيد بيبع عندهم يعني طريقة معينة في القول طريقة معينة في الكتابة ده بيبعني يدخل إلى اللغة الأخرى يعني أفاق جديدة دي حاجة مهمة يعني إن فكرة إن فيه تلاقح دائم بين اللغات يعني حتى لو فكرنا في اللغة العربية الحديثة اللي إحنا بنكتب بيها في هذه الحاليا فهي أيضا هي لغة حديثة تكونت تقريبا في القرن 19 هذه اللغة تم تحدثها على مدار السنين والأيام هي أيضا يعني جزء كبير من اللغة العربية القديمة بمعنى أنك تستطيع أن تقرأ شاعر قديم تستطيع أن تقرأ المتنبي أبو تمام أبو العلاق المعري ولن تجد يعني صعوبات كبيرة يعني خاصة للناس اللي هي مهتمة أكتر بالتراث العربية ولكن في النهاية يعني لغة الشعر ولغة النسر ربما كان التحديث الأكبر هو في لغة النسر والتحديث تم في لغة الشعر ربما متأخرا يعني في النصف الثاني من القرن العشرين أو في الأربعينيات أو في الثلاثينيات على الأكثر لكن التجديد اللي تم في اللغة العربية أعتقد أنه تم في القرن التسعتاشر رجل أصبح عجوزاً فجأة لا يعود إلى مسقط رأسه كلما هم بالعودة تخرج عصافير ملونة من مكان قريب وتحتل الغرفة تغني له وحده ولا يتمكن سوى من العودة إلى رأسه أريد العودة إلى ذاكرتك مع تعلم لغة جديدة عندما أتحدث لغة أجنبية لا أتقنها جيداً مع أي شخص يدور بيني وبينه حوار ما فدائماً ما أتسأل أنا أتحدث بلغة ثانية بطريقة محايدة هدفها إيصال المعلومات ذلك الآخر لا يسمع صوتي لا يعرف مفرداتي مفرداتي الخاصة التي أستخدم ولا اللحن ولا التلوين في الصوت في الحديث الذي يعكس هويتي كيف تنظر إلى الهوية الفردية في اللغة؟ يعني بداية يعني اللغة الإسبانية هي شبيهة باللغة العربية في تعدد البلدان التي تتحدث بها فأنت ستجد مثلاً في إسبانيا طريقة في القول وستجد في بلدان أمريكا اللاتينية طرق أخرى يعني كثيرة في القول في الكلام وفي الكتابة أيضاً بمعنى أن اللغة وإن كانت نشأت في إسبانيا لكنها عندما انتقلت إلى مناطق أخرى من العالم حصل أيضاً يعني حدث تغيير في هذه اللغة ليس في بنية اللغة البنية النحوية والصرفية ولكن في التركيب النحوي وطريقة القول فإذاً نحن لسنا أمام لغة وحيدة نحن أمام لغات واللغة العربية من نفس الشيء يعني تقريباً نفس الشيء نحن أمام لغات متعددة أنت عندما تقرأ لكاتب أو لشاعر مثلاً من العراق أو سوريا أو المغرب أو الجزائر أو مصر أو الخليج ستجد اختلافات يعني اختلافات يشعر بها يعني من يتعامل مع هذه اللغة ويعرف أن هذه الطريقة أو هذه المفردة بالتحديد أو هذه الطريقة في الكتابة تأتي مثلاً من الشام الكاتب الألماني ألفريد دبلين الذي هجر إلى الولايات المتحدة إباني الحكم النازي يقول لا نحتاج إلى الآخرين كي نتنفس أو نمشي أو نأكل أو ننام لكننا نحتاج إليهم في التحدث وكي يعكس لنا ما قلناها فاللغة صيغة من حب الآخرين سؤالي هنا أنت تعيش في بلد غير بلدك كيف تجد النديم نديم الأحاديث الحميمة التي ينبغي أن تكون باللغة الخاصة لدوائرك اللغة العامية حتى بعض المفردات التي هي وليدة الذاكرة المشتركة هل يمكن أن يكون النديم أجنبي حتى؟ أنا مرتاح في اللغة الإسبانية يعني زي ما أنا مرتاح وأنا أتكلم مصري أو أتكلم بالفصحة مثلا في العمل في الإزاعة أيضا أرتاح في الحديث باللغة الإسبانية أنا طبعا في البداية كنت في وسط يتحدث اللغة البالينسية لغة أهل بالينسيا بسبب يعني زوجات الإسبانية السابقة يعني نشأت في هذا يعني نشأتي في إسبانيا كانت وسط مجتمع يتحدث اللغة البالينسية وعندما يتحدثون اللغة الإسبانية فهي ليست الإسبانية التي يحدثها يعني التي يتحدثها الإسبان بشكل عام لغة مخففة يعني فأنا كان علي أن أتعلم اللغة الإسبانية في وسط يتحدث اللغة الكتالونية كان يجب علي أن يعني أبدأ هذه الرحلة رحلة الكلام ليس فقط رحلة القراءة والترجمة يعني رحلة الحياة اليومية لأنك لازم تتكلم باللغة الإسبانية فمن البداية وأنا عندي هذه العلاقة القوية مع اللغة الإسبانية وطبعا بمرور السنوات أدائك اللغة بيتحسن معرفتك باللغة بتزيد ففي النهاية بتكون يعني كلما مرت الأيام بتكون مرتاح أكتر يعني إن فيه راحة في الحوار إنك تقدر تعمل حوار في أي موضوع كان يعني سواء موضوع فكري أدبي فني أو دحكة أو هزار أو ما إلى ذلك إنك في النهاية اللغة تتحول إلى كائن شبيه بلغتك الأم يعني مش بنفس القدرة بالطبيعة يعني بالضرورة يعني لكن بالشكل قريب منها كنت أميت أصدقائي في رأسي جميع أصدقائي ماتوا مرة واحدة على الأقل كنت أرى الموت كاملا كيف يدخل وبأي طريقة كنت أنا من يدخله لم أكن أقل من رسول للهلاك وكنت أراني أبكي وأعوي وعندما أفيق وأره دموعي كنت أعرف أصدقائي الحقيقيين أحمد لغتنا العربية الفصحى هي لهجة كتب لها النجاة لأسباب غير لغوية منها الديني والسياسي والاجتماعي فلماذا هذا التعصب للغة العربية الفصحى مقابل العاميات واللهجات المنتشرة في أوطاننا؟ هو في الحقيقة طبعا يعني لو رجعنا قليلا إلى مئات السنين إلى وراء سأكتشف أن اللغة اللاتينية كانت زي اللغة العربية حاليا بمعنى هي اللغة الأصلية وبعد ذلك الإسبانية أصبحت لغة الإيطالية أصبحت لغة البرتغالية الفرنسية اللغات اللاتينية خرجت من اللغة الأم وأصبحت لغات لم تعد فكرة أن هي فقط لهجات إضافة إلى أننا بتبنى التصور موجود في مصر عند بعض المفكرين وبعض اللغويين إن اللهجة المصرية هي أصلا مش لهجة من اللغة العربية وإنما هي اللغة لوحدها والدليل على ذلك إن أي لغة يتم الاحتكام إلى اللغة عشان نعرف دي لغة ودي لهجة عن طريق النحو الصرف طبعا عندنا شعراء كبار في مصر ومش بس شعراء كمان ده يعني لويس عاوب مثلا كتب مذكرات طالب بأسها بالعامية المصرية نعم هذا ما لاحظت أنه في مصر هناك حالة منتشرة أكثر من البودان العربية الأخرى وهي نشر الكتب وروايات بالعامية المصرية كيف تنظر إلى ذلك طبعا يعني قنطارة الذي كفر لمصطفى مشرفة كان طبعا بالعامية المصرية أيضا إضافة لحاجات كتير ربما لا أذكرها الآن لكن فكرة حضور عشان كده كنت أقول لحضرتك أن أنا مع هذا التصور أن اللغة البصرية هي لغة قائمة بحد ذاتها ربما فيها مفردات كثيرة من اللغة العربية لكن ليس بها نحو الصرف العربي وده يعني يؤكد يعني ما يؤكد هذا الكلام أن اللغة الإسبانية مثلا هي لغة لاتينية لكنها لغة تمتلئ بالمفردات العربية وهذا لم يضعها في أي وقت من الأوقات في الإطار اللغات السامية كذلك اللغة الفارسية يعني تمتلئ بالمفردات العربية بشكل كبير جدا لكنها في النهاية هي اللغة هندو-أوروبية يعني ما يحدد اللغة ليس المفردة ولكن التركيب النحو فإذاً على هذا الأساس بتصور أن كان فيه وعي ما يعني ربما بشكل وعي أيضاً أن هذه اللغة المصرية يمكن الكتابة بها وطبعاً عندنا نتائج مزهلة يعني في الشعر يعني فؤاد حداد صلاة عشرين برامة تونسي الأبنودي أحمد فؤاد نجم سيد حجاب والأجيال بقى الكتيرة اللي جات بعد كده يعني أحلم دائماً بالعودة أنني في بلد ولابد أن أرجع إلى بلد ثان لكن أحداثاً غامضة تحدث في السماء دوماً كأن يكون هناك دخاناً يطير وحده أو نباتات غريبة معلقة من جذورها أو شيء يجعل الباب نافذة لا تفتح ولا تغلق وأنا في النهاية لا أعود أبداً استخدام الأهل وكبار العمر بشكل يومي للتواصل الكتابي والإنترنت دفع المنقطعين منهم عن الكتابة إلى إعادة استخدامها كيف توازي اللغة هذا التطور ففي الوقت الذي نملك فيه قرابة 20 اسم من المطر حيث يفسر موسيقى نطق كل اسم ذلك النوع من المطر أو وخصوصيته في هذا الوقت لا نجد أسماء عربية لـ 90% من أدوات المطبخ أو حتى الملابس أو حتى الحاجات اليومية والتكنولوجيا مش بس كده كمان ده يعني مثلاً طبع المترجمين يعرفوا الموضوع ده إن إحنا عندنا كمان مشاكل في أسماء الطيور أسماء النباتات الأسماك واخد بلحظك يعني عندنا مشاكل كتير في اللغة العربية تخص الحياة الحديثة يعني وأعتقدني يعني ما أعرفش ربما من الضروري إن ده عمل يقوم به أيضاً يقوم به المجامع اللغوية وفي الموضوع المجامع اللغوية ده بالنسبة لي كمان يعني أحب أقول نقطة يعني أتصور إن إن لابد أن يكون هناك مجمع واحد فقط وليس مجامع يعني اللغة الإسبانية لديها يعني الأكاديمية الملكية الإسبانية للغة هي التي يعني تتبنى الصياغ الجديدة وتجزها وما إلى ذلك يعني هناك كيان واحد هو الذي يدير العملية اللغوية لكن إحنا عندنا عدة مجامع لغوية وربما ده كمان يعني بيأثر على على فكرة إن يبقى فيه نوع من السلاسة اللغوية بين البلدان وبعضها يعني أذكر أيضاً فشل الوصول إلى اتفاق على استحداث حرف جديد للج لتمكين الكتاب العربي على الأقل على الأقل للمواكبة كتابياً يعني بمناسبة حرف اللي بيسموه الجيم المصرية يعني الجيم غير المعتشة يعني إحنا طبعاً في مصر بنكتبها عادي يعني بالجيم العادية لكن مثلاً لما يكون فيه نشرف في مكان في الشام أو ما إلى ذلك هتلاقي يعني يتم تحويل الجيم إلى غين إلى حرف الغين وفي العراق تشتخدم الجاف الفارسية الكاف وعليها شرطة وأفتكر في شمال أفريقيا الجيم بتبقى قاف فإحنا حتى ما عندناش يعني توافق على حرف يعني ده حرف واحد يعني ما عندناش توافق عليه نعمله بأي طريقة يعني في مشكلة لغوية في الأساس يعني بالنسبة للغات طبعاً عشان السوشال ميديا والحاجات الوقت الناس بتكتب معظم الحاجات بشوفها يعني كمان أصدقاء بيكتبوا مقالات بالعامية المصرية وما إلى ذلك أعتقد ده حاجة جيدة بالنسبة لي يعني ما عنديش فكرة أن اللغة العربية يجب أن تكون يعني سابتة ومتحجرة يعني اللغات بتتطور وتتغير زي كل حاجة في الدنيا يعني الحكم على منتج أي كاتب أو محاور أو مشتغل بالثقافة من خلال أخطائه النحوية أو لغته الفصحة وتدمير ذلك النتاج فقط بالنظر إلى هذه الأخطاء هذا يقودنا إلى عملية التحرير ما بين الوطن العربي وخارجه ففي حين يقتصر التحرير في الكتب العربية في كثير من الأحيان فقط على التدقيق النحوي يكون التحرير في الخارج عمل موازي للكتابة وهناك محاورة مع الكاتب وإعادة تكوين فقرات وجمل وعمل دقوب لإخراج النص بأفضل صورة بعيدا عن حساسية الكاتب تجاه نصه يعني أعتقد يعني أن فكرة التحرير هي فكرة ضرورية لأن احنا بنعمل كده أصلا مع أصدقائنا يعني أعتقد أن قبل ما بننشر أي كتاب يعني بتبعاته المجموعة يعني بتصق في رأيها علشان تعرف يعني الكلام ماشي كويس أو إيه الموضوع ففي العزادة بيحصل نوع من التحرير يعني مش فقط لو فيه خطأ لغوي لكن كمان في الصياغات في الطريقة ممكن تحزف نص أصلا فأصد أن فكرة التحرير هي فكرة موجودة طول الوقت وبتم يعني لكن ربما الناس بتتحرج أن شخص غريب عنها يعني هو الذي يقوم بهذه العملية يعني إذا كان هناك محر للدار يعني ويقوم بهذه العملية فالكاتب ربما يعني نوع من مش عايزة أقول استعلاق ولكن نوع يعني أن هذا ما كتبته يعني وما ينفعش يتحرر يعني أعتقد دي فكرة مش جيدة يعني ربما يعني يجب أن نكون أكثر تسامحا تجاه التحرير لأنه زي ما قلت لحدك ده بيحصل طول الوقت بأشكال تانية ولكن مش بشكل رسمي يعني شكرا لك أحمد شكرا لك أحمد على هذا الحديث الجميل شكرا لك نهاية يقول الكاتب والباحث طاهر لبيب أن الكثيرين يزعجون احتضار اللغة بضجيج التمجيد والاحتفاء ونستذكر هنا مطالبة طه حسين بتيسير اللغة عام 1956 في مجمع اللغة العربية في دمشق حيث قال هناك إذا لم تفعلوا فدعوا اللغة العربية تتموت إلى اللقاء أنا هنا في الصالة وأنت نائمة منذ عشر دقائق فجأة يلفحني الحنين إلى تقبيل رأسك أدور في الصالة شمالا ويمينا أتخبط في الأثاثات ويدمى جسدي أتجرجر على الأرضية الخشبية حتى أصل إلى حافة سريرك وبكامل جسدي المجروح أقبع هناك نقطة دم وحيدة تنسل من إصبعي لتسيل على جبهتك تفتحين عينيك وتشربينها تنسل نقاط أكثر تشربينها كذلك حتى تجف كل الجروح ساعتها تعاودين النوم وتحلمين أن نقاطا حمراء كانت تنقط عليك من السقف وأن بللاً دافئاً كان يلفك في الصباح تتحسسين العرق فوق جسدي النائم وتحبينني أكثر إذا ما أحببتك فسوف تنسى قدمي المشي جملتك العابرة هذه واتدت الغرغرين في رجليها والآن يصبح بيتك القريب ذلك البيت خلف منزلنا القديم والذي حاولت التسلل إليه عشرات المرات دون جدوى وعندما تمكنت أخيراً من صعود سلمه الحجري أصابني الرعب لا من خيوط العنكبوت ولا من الشقوق التي تقبع بها ثعابين متحفزة بل من تصل بالرجلين كما في حلم من السيان المش والحجارة والبيت نفسه شعراتك الساكنة في السرير في الحمام على ملابسي فجأة ودون انتظار لملاقاتها أجدها هناك تلمع في وجهي منذ قليل كانت تنتمي إليك كانت تشكل جزءاً صغيراً من كينونتك والآن تنتمي إليها لأنها تلمع في وجهي تسبح هائمة وحدها في البيت أدور خلفها أسحبها من مدارتها أمعن فيها للحظات وأطلقها ثانية في الهواء لن تعود مرة أخرى إلى جسدك لكنها كذلك لن تغادر بيتي هذه الحلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين ترجمة نانسي قنقر